اشتركوا في القناة 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 تم تأسيسه لكن عنده مدرب من جنوب فريقيا عمره 39 سنة مدرب معروف في جنوب فريقيا حقق نجاحات جاء البوتسوانا كان أزاح فريق سيمبا التنزاني اللي وره برشا كورة في السنوات الماضية وكان صعيب على ميدانه والفريق جالكسي البوتسواني كان تصر عليه في في تنزانيا منافس ما عندوش تاريخ في ربط الأبطال الأفريقية حديث العهد مع كرة القدم لكن مشوقها المنافس أنه لازم فرق تنسية تراجي بعد نهار السبت ونجم رياضي الساحل الأسبوع القادم أن يكونوا واخذين احتياتاتهم الفرق خلينا نقولها بالضغط الفرق المغمرة لأن الفرق هذه تلعب من غير ضغوطات مش تلعب على التشريف مش يوريوا الكرة المتاحهم حسب اللي شفتوا حسب اللي طالعتوا على المنافس هذا أنه صحيح ما عندوش تاريخ ما عندوش ملعبية أكبر لكنه منافس يلزم يحترموه الفرق التونسية أكيد جداً كل المنافس وجب الاحترام التاع لأنه كل القادم قلنا غدارة بين ضفرين كان حكاية وقال راديس يوسف نمشي لك قال جبنا انتدابات طو في قيمة الترجي الرياضي تونسي يعني دي سكور تغيران تارادي اللي كانت تقول انتدابات في قيمة الترجي الرياضي تونسي يعرف رادي أنه قيمة الترجي نتلعب الأدوار الأولى في ربيط الأبطال الإفريقية توصل لأبعض نقطة ولما التتويج باللقبة الخامس في تاريخ النادي أول هكذا دف هو التتويج هو كي جاء قلتك عمل كونستا اللي أنا قلته لك هو قال أنا ما توتو سمعت التصريح متاعه بعد نعمل كونستا بعد نخدم عدة أشهر شاف شنو الفريق متاعه عملوا انتدابات والانتدابات هذه هو اختارها بطبيعة الحال رئيس النادي ما فيش حتى شك لكن سهل المأمورية رئيس النادي وديما يغذر للمستقبل رئيس النادي وديما يحب يعطي دم جديد للفريق متاعه وهنا ممكن نرجع لكلمة وقت قال غازي انت يقتلوا له هذه عدناها لا متجمش تعديها بسهولة معناها انت تبدل ملاعبية اللي هما كانوا ركأس واللي هما عملت معهم عملت معهم نتائج إيجابية عملت معهم سيكل كامل وتغير لا جاوزها عنده عامين الترجي تقريبا هذي لا بالعكس هو كل عام يبدل كل عام يبدل مهلاية وقت اللي تبدل انت والترجي مطالب ديبا بالنتيجة وبالأداء خاصة الأداء نتيجة وأداء يعني هذية مش تعمل المعادلة هذية مش بسهل لكن التصريح متاع راضي كان تصريح واقعي تصريح انت قلت تتبدل بين تصريح الأول في الصائفة وبين تصريح هذي اللي هو توعاش وتوى حتى أهداف أخرى لنفسه بل ما حتى هالو رئيس النادي هو حتى لنفسه لأن في البداية وقت اللي يعمل وشاف المعبية ما شافش فيهم شلعب الأدوار الأولى حاليا جاب المعبية اللي عندهم الوصائف اللي هو يرى فيهم يرى فيهم لكنش قلت أنا قلت هذا اتنا مش وريني هو بدوش قال هو دايش قال قال الميدان تصريح ملغم قالوا لا هو بدو لنفسه قال لنفسه الميدان هو اللي بشحكم عليه هو حتى البارة عالية اللي هو رادي من خلال هالتصريح هذي لأنه دائما نقوله التعامل مع وسائل الإعليم والكلمة كي تخرج من المدرب وخاصة في النوادي الكبرى يتحاسب عليها وكأنه حب يلمح وشبشي سيغازي حب يلمح رادي وقال لي في أول ظهور في حديقة التراجل هذي تونسي قال بالمجموعة هذي مناش قادرين يعطيني كلمة برك يعطيني كلمة برك هذي يعني مش رادي هو على الانتليبات الموجودة اليوم تغير أنا موجود أنا رادي لا أنت قلت هذي معنى معنى كني حتى ضغط لا نفس أنا راهة كتي أخر راهة إليك وإنسان واقي أنا حاليا باللي موجود هذي أنا نحب نمشي القدام ولكن خلى بقى مفتوح المفتوحة هو شنو هو الميدان يا خالد أنا وقتين يجبت واحد كما قلت أنا نجيب واحد عنده الإمكانيات لكن شنو باش يظهر الإمكانياتي هذا الإمكانياتي أوريهمني في الميدان هو أعطاه للميدان وإندي شنو أخدمتك ذلك فتا دريبيت وكريش بشتوظف وإندي في الميدان أكيد جدا نمشي لك سيغاز علش تغير الدسكور في أول طلة وفي آخر طلة إعلامية اللي ردي جعيتي تغير بطبيعة الحال لأنه هو جاء في أول الموسم في الصيفة خذها فكرة أولية قصيرة شاف المجموعة اللي تحت تصرف ومجمش يمشي بها بعيد في مسابقة أساسية اللي هي ربط الأبطال اللي هو مطالب بش يتحصل عليها اليوم بعد تقريبا ستة شهر وبعد مباريات البطولة وبعد ممكن دور أو اثنين في ربط الأبطال شاف اللي لازم تعديل الأوتار وحصل اليوم وقت يخرج بعد الفترة هذه متاع الراحة وبعد فترة التقييم والانتدابات اليوم هو يتحمل نوعا ما المسؤوليته لعبين وعندي مجموعة والميدان هو اللي بيشي هو هذي حاجة إيجابية لأنه المدرب اليوم راضي على المجموعة بتاعه وراضي على الاختيارات اللي أكيد كان عنده فيها رأي لكن وبقاء المجال اليوم تجرب تجيب لعبين مميزين ما يختلف عليهم حتى أحد لكن حقيقة الميدان حقيقة أخرى والنتائج والتوظيف متاع اللاعبين هذوما وزادة مسؤولية اللاعبين زادة كل شيء نحطوه على المدرب هما اللي مش يكونوا العوامل اللي مش يحدوا هل الاختيارات كانت صايبة ولا وهل التراجي بيش يمشي في الهدف فانتاعه الأول اللي هو ربط الأبطال ولا لا أكيد جدا وتفاعلا مع آخر الأخبار في بلاغ لوزارة شؤون الشباب والرياضة تؤكد أنها ستسمح للجماهير التونسية بحضور المسابقات الإفريقية 50% منطقة استيعاب الملعب الأولمبي حمادي العقربي بيرادس نحكي على مباراة النجمة الساحلي بشباب بالوزداد نهار الجمعة غدوة إن شاء الله كيف كيف ترجي معاقبة لغال من جمشي عمل على الجماهير انتاعه للأسف ومباراة نادي سفيقسي وزانكو الزنبي تغيرت المعطيات التارق الضغط الجماهيري لكن ما تغيرتش برسا عليه هاو اليوم بيان وبلاغ والحى من الوزارة البيان من الوزارة لكن اللي قرر ما هيش الوزارة اللي تقرر هي الاتحاد الأفريقي أنت الأندية التونسية ولا الجامعة كي رسلت الاتحاد الأفريقي أنه ما زلت الوضعية الصحية في تونس حسب القانون الجاري به العمل لو أن المقابلات تكون نادي مش يمشي نحيي الكبرو فهم يعني الوضعية الصحية لابد دقاء تتخص لكن ما رسلوش الاتحاد الأفريقي أنه المقابلات النجمة ومقابلات لحضور لازم ترخيص ترخيص أقل من 24 ساعة تقريبا نفس الوضعية متاع مباراة المتخب كيفيش اليوم وزارة بيطمي طميمها بمكتب اتصال تهبط بلاقي كيف ناكيه وزعم عندش ترخيص مسب ليش بالمعلومة أكيد روفا ما تنسيق بين الجامعة الوزارة سمحت لكن هل اليوم نحكيه على مباراة أقرب مباراة اللي هي بعد أقل من 24 ساعة مباراة النجم تقريبا غضوة خمسة متاع عشية خمسة غضوة ينجموا يحضروا الترخيص مع الاتحاد الأفريقي ويسمحوا بدخول الجماهير وإلا لا لأنه نعرفوا نحن عملية دخول الجمهور رأي تخذها برشة شروط بروتوكول صحيح بخلافة شو ما جهازنا أنفسنا صحيح ثم بروتوكول أمني معين الأمن يطبع في تذاكر مباراة والباس سانيتير والباس سانيتير هل أنت حذرت التذاكر المقابلة حذرت التذاكر المقابلة عند الأمن قد تقضي الاستيعاب خمسين في المئة هذا البليغ ثلاثين ألف اللي يبطى عنده تقريبا توقع وقتش مش تحط لا فما حاجة أخر زادة الاجتماع الفني اللي صار قبل المباراة معا أكيد فما اجتماع فني هل أن المراقب المباراة والطار التحكيم والتنظيم عندهم علم بالمباراة بالجمهور وإلا لا والاجتماع الفني صار تقريبا عنده أربع وليخمس ساعات إي والاجتماع الفني والأمن مثلين يعني الأجتماع الأمن صار البارح والاجتماع الفني تقريبا صار اليوم عنده أربع وليخمس ساعات دونك شنو الذي يتحكيم في الاجتماع الفني إيش كهو ثم إمكانية لحضور الجمهور وإلا لم اثم نش يعني إذا كان этих بالتوقير بلاغ من وزارة الشبب ورياضة يلي instant Ihr في ظل راح أنه قرار متأخر وممكن النجم يكون أنه متملس باش ما نقولوش حاجات أخرى خليني نقول أنه قرار متأخر لو كانت ثم الإرادة السياسية ولا الإرادة من وزارة شباب ورياضة كانت رأيي كانت أعلنت أنه زوز مقابلات باش دور بحضور الجمهور على الأقل من يوم أعلن اللجنة العلمية أنه وصات برفع حظر التجول تقريبا عندها أكثر من 48 ساعة كانت نجم الوزارة تستبق وزارة شون الدينية كانت هبطت بلاغ عودة سالة الجمعة تقريبا عندها نهارين كانت نجم وزارة شباب ورياضة قبل بين هارين تهبط وهذا الشأن داخل نجمه نتحكم فيه حتى قبل 24 ساعة ولكن شينك سيوس شو معناه هاليوم وزارة قبل أقل من 24 ساعة تهبط بلاغ تقول لك هاي سيدي هولبيب مفتوح للجماهير وهذا التنسيق وهذا حاجات الاستباقية اللي هي هذية حاجات هما جسئيات لكن جسئيات هي عملك الفرق مهمة ييسر بالطبع نقولك جسئيات انتي نعرفوا الأمور متاع هذه الحضور والجماهير مرتبطة مش بوزارة شباب ورياضة مرتبطة بعادة أشياء احنا يجب أن نعمل حاجات استباقية احنا في هذية ما عملناش حاجات استباقية واللي هذي هما الكل اللي ما فهماش كالتظافر الجهود ما فهماش علاقات معناه كالتسلسل العادي اللي يجب أن يكون موجود ما فهماش مع الأسف ما نقولش فهم شو سوتا فهم ما عاش فهم سوتا فهم لكن ما فهماش هذي اللي بيش يكونوا التنسيق التنسيق المطلوب بيش تلاثة في رقمتاعنا او كالسيدي وقت اللي تحطوا قدام أمر مقضي على الميدان صار التنسيق هذي يبدو لي بلاق رمي ذرر قليل رميدي على الأعين يبدو لي نفس الشي اللي صار مع المنتخب الوطني التونسي متذكرنا الناس الكل وكل إنسان يعني من الكرة للآخر الجامعة تقول لك الوزارة والوزارة تقول لك الجامعة ودخلت وزارة الصحة والكاف تقول لك أنا واليوم قبل أقل من 24 ساعة وكأنه الدولة تنسيه الكل باش ما نقولش وزارة شؤوني شاي بورياد ما تحبش الجماهير ترجع للملاعب ما ناش جاهزين باش نأمنوا مباريات كورة قدم بالجمهور شفت كأعلامي انت شفتين هذيتها مش أنا هذيتها قراءة هذي أنا نقول عدم ما فيما حاجات استباقية معناها ما كانتش موجهة كيما قلت أنت خاطر كنت تقول تولي موجهة تولي فيها برشة أشياء ما بعد هذي تأويلات تأويلات كبيرة تولي يعني ارتجالية في العمل اللي متاعنا ارتجالية وتولي فيها كيما قلت أنت ما يحبوش الجمهور يمشي يعني كنحب الجمهور كيما هو كان هو ما يحبوش يمشي الجمهور ما ينحيش متاع التجول ما ينحيهاش يخليها موجودة وتعطيها انت بش يمشي تقول فما تناقض أنا ما لنجمش أنه بعد العشرة نكون لبرة وتقول لي يمشي باش بش نمشي هان تولي فما المشكلة متاعك أنت أمانا راهة كيما قلت لك اللي هي عدم تنسيق أنا والله كانت تكون موجهة نقول على الأقل عندها استراتيجية موجهة الدولة هذي اليوم اليوم نحبش نكون عندي جماهير موجودة في الملاعب متاعي لعدة أسباب أمنية سياسية والله يكون بي واضح اللي يمتعنا ولكن أنه ارتجالية عدم تنسيق في وزارة بطمي طميمها هي اللي تسير في الشأن يا خالد يا خالد خلنا حسن الظن ليه أنا نقرأ في صورة شوف في الإعليم نحيو العاطفة سيوس مش عاطفة نقوله كيما هو الشيء قلتك حسن الظن أي حسن الظن أنا نظم عنه أنا حسنت الظن قلت لا يتشاهد فعلت الوزارة وقتش تفعلت قبل 24 ساعة كما قالت ترق حذرنا اللي باسل نيتيغ امتعنا حذرنا اللي بي امتعنا مع شكولنا السق نسق مع سلوطة غنيين مع الاتحاد الأفريق اللي هو ينظم اللعبة تنبو الجماعيات سمحني فما معطى مهم جدا احنا عنا علم كونه ثلاثة مباريات بشي تلعبوا في ملعب رادس مدة أسبوعين اللجنة نتع الكاف جيت عندها أسبوعين وأقرت بعدم صلوحية ملعب طيب ميري وملعب مصفة بن جنيت دونك المعلومة موجودة من أسبوعين يعني هنا حصن ضرن ناحية وما عشب حصن ضرن شنو اللي يترتب على هذي حصن تسيير وتنظيم المباريات مش قبل 24 ولا 48 ولا 72 ساعة راهوا اليوم الاجتماعات الأمنية اللي صارت والاجتماعات الفنية راهوا كل شي واضح فيها تلبوا في الاجتماعات الأمنية جمهور أو عدم حضور الجمهور ليه وانتي تتفاعل اليوم الوزارة اليوم الديجيتال موجود لحظة باركس يوسف اللي فقط نتفاعل معك اليوم الديجيتال موجود وشفنا جماهير ندري الاسفيقس يتحب الدعم خزينة النادي متاحها بالحضور في الملعب بالحضور في الملعب اليوم اختار جمهور نجم الساحلي انه يشري تذكر خلينا نقول افتراضية رمزية ليه الحركات موجودة اليوم الجمهور عنده تقريبا أكثر من أسبوعين في السفيقس يونادي بالحضور وطلب يعني قالك حتى 30% عدتوني قم دعمه يعني انت كوزارة عندك المعلومة عندك المعلومة موجودة عندك انك تهبط مش تقرأها اتصاليا طو بعيدا على السياسيين ورياضيين اتصاليا عيب على مكتب الاتصال بوزارة شؤون الشعب ورياضة قبل 24 ساعة تهبط ملاغ للجمهور التونسية وتقولهم تفضلوا ادخلوا الملعب بالليش نوجه هستله معناها يتونقاهم وطولهم قدام رادس وبعتولي فوضى قدام الملعب خالد نطلب حاجة حمار حاجة منك حاجة منك وطولي فوضى قدام الملعب الامني يقولك اينا في بليش والجمهور يقولك الوزارة قلت امشي وانا ما عندي شباز حاجة منك انت خالد انت قريت البلاء وهكو للا ماذا بيه زيتته اسا طارق قال رو تعمل اجتماع الامني احنا نشوف نسهلوا الاجتماع الفني احطوش يعلموش بهذا احنا من يعلموش من قريت إلا للا لاحط هيدا بليه غلا ايه منعرفوش لعل الكاف تعلم لعل نتأكدوا بالنشلي مع الفني في نيلة كان علمت الكاف ولكن عمدي معلومة معلومة معرش طارق يأكد هيلي وليه يظلي حتى أمنيا مناش حاضرين باش نأمن المباراة من الجمهور ما نعرش أمنيا في العادة الأمن يقولك النجم من أمن ايه لكن هي قبل 24 ساعة رأوا صعيب باش تلعب مقابلة بالجمهور قبل 24 ساعة لانه تصير الاجتماعات الأمنية والتنسيق الأمني والتنسيق كبير عمل كبير تقوم به الأجهزة الأمنية قبل المقابلات وفي الاجتماع الأمني ندري هذا السفاقسي ونجم الساحلي طلبوا حضور الجمهور طلبوا حتى كتا صغيرة لكن قالوا عليهم مرسلة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة في عدد معين من الأشخاص من الأشخاص ميفوتوش تقريبا 100 ولا 200 شخص لكن اليوم في الاجتماع الفني بتاع النجم فما المعلومة اللي مباراة بدون جمهور أو لا؟ من طرف أكيد لأنه ما تماش حاجة رسمية أعطاتهم أنه مش نجم يلعب مقابلة بالجمهور الجامعيات في بيلة فقوية رسميا أن المباراة دون جمهور ونعطيك معلومة ثابتة وأكيدة ولا وثيقة وصلة الاتحاد الافريقي لكولة القدم تؤكد أنه اليوم هالمباراة بتاع النوادي التونسية في المصري بقاة الأفريقية ستلعب بالجمهور يعني البلاغ هذي ما فهمتش أنا منشوش اللوم على الوزارة مش نلوم على مكتب الاتصال وشكون قال له مكتب الاتصال أكيد الوزير هو ليبلغ مش مكتب الاتصال مكتب الاتصال هو يجيه بلاغ حاضر ينزل بلاغ أنه مش تكون القرار قرار ما عندك حتى وثيقة وصف الاتحاد الأفريقي سيدي غدوة جمهور نجم السيح ليبتقدم العبرات ماذا سيحفظ يمسطير مشكلة طوى بين الجمهور وبين النوادي دي كان النوادي متنجمش وبين الجمهور والأمن تحذر الجمهور امتاحها في المقابلات يعني مش سير صدام بين النادي وبين الجمهور كما ليصار كما ليصار تخبر نحي النادي اليوم اليوم النادي يا جماهير يا أحباء النجم السيحلي يا أحباء النادي السيقسي يجيو الملعب رابش الدخل والجمهور يسلي مشيو ألفين ولا أربع لاف ولا ثلاثين ألف اللي يحب اليوم جمهور والأمن قال لك ليه ما في بيديش بالجمهور وما عندكش الترخيص وما عندكش البين بتاعك شحبة تعمل لوزر شحبة تقول للجمهور خطأ هذا التأكيد في أسرع وقت ممكن هذا يحب أكدو ووضحو المسحة الجميع مسحة الأولى تنسية لسير المقابلة على أحسن ما يرام هذا الكل لا يساعد الفرق اللي تلعب خطأ مشبهة يعيشوا في الظروف هذه وقت اللي يقبل ما يدخلوا للمقابلة عندهم شيئا ما أهم تحول التركيز يركزوا للمقابلة ما يركزو في حاجات خارجية ما عندها حتى علاقة بالنتيجة حتى علاقة بالنتيجة برشة ارتجالية وبرشة فوضة تسيرية في بلادنا الأمانة نداء تعمل نداء أين نداء بالطبع لشكون اللي هي مو العظم اللي هي مو العظم أنت أخويا مدرب وطني سابق ومدير فني وباتران سابق تعملنا نداء أخويا أنت للوزارة للجماهير شو تحب تقولهم سيوس بكل لطف بكل لطف ما نعيشوش الظروف اللي ما تمشيش في صالح في رقم تاعنا هذه ما هي تتوضح لأن هذه ما تجمش تستمر بطريقة هذه إذا المحبين يسموا هذاء ويمشيوا تلقائيا يقول لك هذه الوزارة شباب الرياضة ومشلعبات تقول تعرف القانون محبنين يعرف القانون يقول لك من أسباني ودرجة شباب الرياضة قتلي أمشي وعندي تسكرة مثلا عنده البيين تاع وليتوال عندها باعت 2500 ما أظن ممكن أكثر يقول لك أنا عند البيين تاعي نمشي هنا بكل لطف ما أنا يوضحوا في الوقت باش نحميوا الفرق تاعنا وتكون الأمور أكثر فيها شفافية وأكثر فيها وضوح إن شاء الله بالتوفيق للتراجل اللي تونسي والنجمة السياح في تشامبينزيك الأفريقي ونحكيه على ندي رادي وعنى فيها الأمرين في الفترة الأخيرة وغازي وضعيته مع هيئة سيرية وإطار فني جديد صحيح ووضعية انتقالية ووضعية معناها بعد تغيير الإدارة وتغيير الإطار الفني وفترة تحذير كانت مصطربة لحقيقة معناها فيها توقف تقريبا أسبوعين ضراب على التمرين تقريبا الفريق ما خالش مباراة ودية باستثناء مباراة وحدة ضد فريق معناها بيرعلي وتقريبا هذه كل العوائق اللي ممكن مش تكون معناها قدام النادي السياحسي مش في صالح النادي السياحسي أكيد أكيد مش مش تكون في صالح النادي السياحسي لكن أكيد النادي السياحسي عنده مجموعة طيبة متع لعبين عنده فريق محترم خاصة بعد تأهيل المنتدبين اللي ما كانتش فما إمكانية باش يتأهله في الفترة الأولى تقريبا النادي السياحسي أضاف سبع لعبين عندهم قيمة هذي باش يعطي حلول أكثر للإطار الفني جديد بالمجموعة متاع زاد الإطار الفني اللي بقات معناها كيما هيكل وكريم مش أكيد باش يعاونوا برشا الإطار الفني باش يربح الوقت للتعرف على الجروب نتمدنا والنادي السياحسي تجاوز المشاكل اللي صارت في الفترة الأخيرة خاصة على الاضطراب على مستوى التحذير وبين التمني والواقع باونون شاس أحقيقة واحدة هي الملعب أكيد المشاكل هذيك الكل باش تتنسى ولجورجي يعني يوم المباراة باش تأثر هذا مؤكد باش تأثر لكن إن شاء الله ما تأثرش برشا على الفريق على توازنه وخاصة على الجاهزية البدنية وعلى نسق اللعب إذا كانت تكلمنا عن نجم ولا على الترجي والذهنية اللي عملوا تحذيرات ممتازة وانتدبوا وانتدبوا لعبين ولعبوا تقريبا ما لا يقل عن خمسة أو ستة مباراة ودية النادي السياحسي ممنوع من الانتدابات من تدب حتى لعب نفس المجموعة غير الإدارة غير الإطار الفني وعمل تحذيرات معناها محتشمة جدا يعني هذا هو العائق اللي مش يكون قدام النادي السياحسي إن شاء الله العائق هذه يتغلبوا عليها اللاعبين والإطار الفني ويتجاوزوها في مباراة افتتاحية مش تكون صعيبة معناها السؤال المطروح اللي كنت يسيغازي وانت كنت في حذيرة النادي السياحسي عليش اليوم الرجال النادي لكل تلموا وما تلموش في فترة المنصف في خميخ وليس السؤال يجاوبوا عليه الليداريين حسب رأيك أنت وانت عارف الأمور الوضع هذا يمر به النادي السياحسي بل كل مرة وين جي نهاية فترة نطاع إدارة أو رئيس أو كذا يصير عدم رضا يصير ممكن بلوكاش على مستوى الدعم هو تهرب من كلمة الشقوق قبلة قال معناش في صدر الشقوق في سفيقس عنكم الشقوق الأكيد والاختلافات موجودة ما توفيش معناها الاختلافات في الرأي ولا في التسيير موجودة لكن هذي دائما ما يزموش يزمو نحيدوا الفريق يزمو النادي يتحيد على الاختلافات أكيد النادي سفيقسي تجاوز مرحلة هذية والناس اللي جات طيب مش تسير لفترة قصيرة مشكورين لأنهم تحملوا المسؤولية إن شاء الله النادي سفيقسي في الفترة القادمة يحل المشكلة الأكبر اللي هي مشكلة الفلوس والجمهور قاعد يومي طالب مشكلة النادي سفيقسي الكبيرة اللي من سنوات مشكلة النادي سفيقسي الكبيرة من سنوات هي المستوى عن مستوى المالي كل مرة يجي مسؤول أول يتحمل هو المسؤولية والله تشوف الأسماء أنت رجال أعمال تبرك الله في سفيقس أسماء كبرى ورب يزيدهم من خير ورب يوفقهم والأكيد حتى الاقتصاد تعب لدنا واقف العديد الأسماء الموجودة في سفيقس وتشوف وضعية السياسي والله شي يندله الجميع السياسي معناها ما هواش ما هواش مقبول أنه نادي في حجم نادي سفيقسي وفي عراقة نادي سفيقسي يمر بالأزمات المالية هذية وراه ما هيش أزمات مالية في الفترة الأخيرة برك متراكمة أنا كنت موجود في نادي سفيقسي من 2003 نفس المشاكل عاشها صلاح الزحاف عاشها صلاح لطف عبد الناظر عاشها منصف خماخم عاشوها كل الرؤساء اللي تعاقبوا على نادي سفيقسي لازم حل جذري للمشكلة هذية حتى لا يبقى في أزمة مالية اللي تلقي بذلالة على كامل الفريق ما شاء الله ما تأثرش عليها رياضيين ونحكي معاك رياضيين في السياسي سي يوسف نادي سفيقسي بأكثر فريق تونسي وأفريقي متوج بكأس الاتحاد الأفريقي ولكن مع الوضعية هذه هل يؤثر رياضيين على أرضية الميدان وقيعيين يأثر بشكل خطرة هو متعود على الكاف وأكثر فريق متوج بالكأس لكن في الفترة الأخيرة مثلا نادي رياضي سفيقسي ما كانش عنده استقرار في الاستراتيجي بتاعه لهذي أنا قلتها في صرحت كما رياضيين ياسر عمل تصريح سي المنصف سلامي لا 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 عيمايد لمسدي لا تسمحوني فلسما مش مشكل يلا شنو تصريح تمتصر يعرفت مكلا غازي يعرف خرات 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 معنى اعتقال كلام موزون وكلام عنده برشة معنى لكن حطنا علم اللي يكون الهيئة التسيرية هذه في كثة شهر نظن في ثلاثة شهر واللي قلته طوال يعشرت ندرياضي ندرياضي صعب يتوصل أهداف متاحها خطر فهم الأمور المالية واللي نعتبرها كما أنا نشاطرك الرأي اللي يكون الأمور المالية في سبع من اردوات على مستوى رجال أعمال متاع ندرياضي السفاقسي أنا رأيها مش حاجة ليس بعزيز على سياسي مش عزيز عليهم وخاصة العلاقة اللي تربط رجال أعمال بالنادرياضي السفاقسي خطر فهم رجال أعمال ما عندهم حتى علاقة بالرياضة لا هلوما لا عندهم علاقة بالنادرياضي السفاقسي واللي أنا رأيها أكثر الدفع اللي بيشي خلي ندرياضي السفاقسي يخرج من الوضع هذا الرياضي البحث واللي فيه مشكلة متى وقت والوقت يزم فيه الصبر والصبر هذي ما يجيه فالتدعيم ما يدعمه إلا المحبين بتاعه والمحبين اللي يختاروا بيش يحبوا يعملوا هالتغيير هذية والتغيير هذية كما هو اختار بيش يعمل هالتغيير هذية وجاوبت معه المسؤولين وجاوبت معه المسؤولين وللقاوا رجال اللي بيش يقوم مع جميع وبرك الله فيهم وهذا معناها حاجة إيجابية بالنسبة محبين الرياضي السفاقسي لكن هنا شكون أكثر بيش هالوقت هذية اللي هو وقت صعب وصعب جدا وما تجمش تحكم عليه انتي شنو اللي تحب يزي مكندي تصبر عليه بيش هو يجي يوصل الهداف متاعه هو المحبين متاعه المغيرين اللي بالنسبة لي ومنادي الرياضي السفاقسي ومفماج ما بعد وما قبل أكيد كلمة صغيرة على الإيطالة الفنية هل أنه الإيطالة الفنية الإيطالي يتحمل المسؤولية خليلين يقول تذبضب النتائج متاع السياسيس ولأنه قادر خارخي كوستا البرتغالي أنه ينجح في الفترة القصيرة هذي مع النادي سفياسي سيغاسي بلين صلى حاجة بالنسبة للإيطالي مش بش ندافع عليه هنا الإيطالي لعب سبع مباريات في البطولة متمركز ثاني وراء الترج صحيح وهزيمة واحدة في الأدوار متاع التأهيلية مترشح لدور المجموعات شو ما النتائج اللي نطالبوا بها معناها أحسن من هذية وأفضل من هذية في ظل الظروف الصعبة اللي مر بها النادي سفياسي يعني مسألة النتائج ما هيش متروحة لأنه اليوم النادي سفياسي موجود في ربط دور المجموعات متع الكاف في البطولة في الترتيب الثاني والموسم تلعبوا فيه سبع مباريات بالنسبة للإيطار الفني جديد أكيد أنه البساج المتاع والسابق خلى انتباعات طيبة اللي خلى المسؤولين يعودوا ينتدبوه نتمنىوا للتوفيق وإن شاء الله كما قلت لك أنا أهم حاجة النادي سفياسي يتجاوز المشاكل المالية اللي هي القات بذلالة على الفريق لكن سمحني رازم أنا أكد لي هذا ولا التنفيلي من عفش اللي يكونوا التغيير الإطار الفني ما كانش باختيار لا 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 أنا أكد لك أنه الإطار الفني يعني المدرب الإيطالي هو اللي طلب بالمغادرة صح أنا رأي ما عاش عندي رغبة هو اللي هو اللي تمسك بالرحيل قال أنا بالنسبة لي هنا نخير أن خرجوا الناس اللي يجابوا وخرجوا معهم بالضبط هو هذا كان عنده الأخلاقي بالضبط والحاجة الإيجابية زي ذا اللي تحسب للمدرب ولا للمسيرين أنه عملية البساسيون كانت في في أسلوب حضاري وبتكريم وعملية معناها ممتازة واللي أحسن منها أنه المدرب الإيطالي يخرج وما خليش مشكلة تعديون ولا تعقد ولا صارت تسوية مالية برضا معناها المدرب وبرضا الإدارة وهذه حاجة زي ذا إيجابية وذلك عليش كرموها يبدو لي هما لا مشكلة مش مسألة كرموها لا مش مش موجو مش معقول مسؤولين نهار آخر الولي ولهم وكيفاش نحاول لا يخطيهم وما نحاول على المستوى النتائج كانت نتائج محترمة جدا بقاطة نظر على المنتخب الوطني التونسي يتأرجح إلى المركز أو يتأخر إلى المركز 36 عالميا والخامس إفريقيا طبيعي جدا بعد المشوار كاس إفريقي لأمام تقريبا انتصرنا في مباراة موريتانيا ومباراة نيجيريا أخسرنا ثلاثة مقابلات كيدا وبعد ثلاثة مقابلات بعد ثلاثة هزام مش يتراجع على ترتيب المنتخب الوطني التونسي نعرف أنه طريقة اعتماد الترتيب تكون بالنقاط على عدد الانتصارات تأخذ أكثر نقاط والهزام بتبعها مش تنقصنا من النقاط منطقي جدا أنه يكون بعد ثلاثة هزام في كاس إفريقي أنه يكون تراجع على ترتيب المنتخب للمركز الخامس إفريقي وإلى حد الآن ما زالت الضرب بي على مستوى تدعيم الإطار الفني من المنتخب الوغين تونسي واليوم تسمع في أسماء وتشوف في تدوينات فيسبوكية يوسف كل واحد يقول لك أنا أكلمني وكل واحد يقول لك أنا رفضت اليوم منتخب وطني تونسي أصبح حك حتى على الفيسبوك والله ما احترام وإنا رفضت وهذه هي الصورة أمامنا حطوا هنا الزملاء مع كل التقدير والاحترام لمدربنا المتألق في النمسا ومدرب شيب يبدو لي أنه الاتصال بيك في حد ذاته هو شرف لك زيد تدوينا يا محمد يا ساحلي أنك ترفض تدعيم الإطار الفني منتخب شوفين خلينا رواحنا تذكر شو وقت يقول نذكر كل كلمة قلت هذه خويرا ذكر حطيت هنا أربعين وندي قد ثمانية واربعين وتقطوا جي ستة سبعة وربعين وستة وربعين وخمسة وربعين وقعدنا كنا نحكيوه نقودوا نحكيوه وما مش تغير حد شي شوف وأنا مزلت على الكلام معنا القرار اللي تخذ تخذ أولا نساء للظروف اللي عشناها معناها معناها يجب تأخذ القرار يجب تأخذ لكن القرار في الماء بعد هدايا كنا نجم ونخموا فيه أكثر براوية وقت اللي قلت أنا ما عملاش تقييم رأوا تقييم عند السوادي عتعمل ما نعملوش ملكوتية سبورتيف بارك نعمل من عدة أشياء الخاطر اللي شارك في عدم النجاح عدم النجاح ميس الكل موش اشخفاق رأوا من فضل لا لا سمحني اندي تختار عدم نجاح عدم بافيك أنا نقول فشلمة لا شوف ميسال قول اللي تحب أنا فني أنا فني أنا فني ولعندي عليش نتكلم فني موضيما ديما ندفع نحن ديما ندفع في إطالة المعقوب في درقة معقول إيش بد أنت يعمل بلو إيش بد لأناليز ومش لأناليز وجيد باللي شيفر باك نعطيك صورة هذية يوسف قدامك المدرر محمد السيح يرفض لا تعليقك عليها تعليق لي هو مهما يكون ولو حتى صار له اتصال هو لو صار له اتصال معنا نطلبك نطلبك أنت وانت تعتذر تعتذر مش أنت معنا بيش تكون أكثر من المنتخب لأن المحترامات لي أنا ما نعرفوش تونسي نحترمه وفخورين به وإذا به دي ما ينجح وربي وفقه أما أنت بتجي تقول حتى نظرتك أنت للمستقبل حتى على مستوى الأوروب مش على مستوى بلادك المستوى الأوروب وقال لي أنت ترفض منتخب معنا أنت أكبر من المنتخب لا ما نجيش خطر أنت مدرب تحترم كل أي واحد جاء اختراح عليك خدمات أنت تجي تعتذر وتعتذر تخليها ما بينك وبين لطلبك الوية بخرجها ما معناه تزيد قلان يبدو لي يظل القرار المتسرع أنت رئيس الجامعة وديع الجري في إبعاد أكد ساعة في إبعاد حسابة على اتصال في إبعاد منظر الكبير خلينا في فراء وخلينا في أزمة حتى أخلاقها من بعض المدربين سيغاسي سمحني هنا أموني القطلة الوقت فيه خلي كله لا 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 همش تكلم أما أنا مش نقولها لك هذية زيد لو باترون يفك الكلمة وكما يحبه لا مش فكلك أنا لوقت هذية قطلك منظرك بير وربي يذكره بخير لارمتاعه فات معاش ينجم يستمر معناه القرار لا تفقين فيه يفهم كيفاش تقول لي سيوى ديال غالق ينصيه غالق قراره متسرع ما شكو مغلوتش لا 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 قلت لي أخطأ السيد ودياء الجديد في قراره لا 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 ما قلت لكش أخطأ لا قلت لك هوا ما زيق تسجيل موجود هوا ما زيقوه أخطأ مش أخطأ قلت عاد البشر خطأ يسبرني عاد قلت لك المعنى التوقيت ديما أنا نعرف سيوى دي وقتلي ياخو قرار عنده ما بعد القرار اللي تحكى لي توا أنت و سيدة إذا يخرج مع احتراماتي لي ويقول أنا أرفضت كلما رزينا برشا على المنتخب متاعنا رزينا ما تجمش ترفض المنتخب مع احتراماتي لي صحيح وانت حر في في اختياراتك لكن في هذية ما فماش ما بعد الوقت بالنسبة لنا القرار هذا الفراغ كما كان ليذكر توا سيوسف احنا توا تسعة وربعين وثمانية وربعين يعني اللي يام تمشي واحنا قاعدين نخسر في وقت على صالح المنتخب ماذا بينا كان كان القرار مباشرة تبعه قرار آخر بتثبيت إطار فني كامل ومتكامل بشي بدأ يمتلق في التحذير هذه النقطة اللي ممكن ما تخدمش المنتخب اما القرار هو يرجع للبسؤول الاول اللي هو عنده الحرية يمكن القرار هذية كان التخذ بكري شوية كان ينفع المنتخب عنده الحرية وقت اللي يعطينا قرار صائب وواضح اما ما عندهش الحرية وقت اللي يخللنا هكيف الماموتة والتوينس الكل تستنى اليوم على الجامعة التونسية نتمناه في أسرع وقت ممكن نتمناه في أسرع وقت يتم تثبيت الإطار الفني كامل بشي بدأ ينطلق في العمل المباراتين يعتك صحة سيغازي يعتك صحة سيوس بشي لك كلمة الختامة تارق معلومة ما زلت كيف تأكيد أن المبارات لتوالغودوة وشباب الوزيد مش دور بحضور الجمهور تقريبا إدارة النجم كنت حذرة روحها السيناريو أنه يكون ثم وراسلوا الاتحاد الإفريقي وبعد شوية تقريبا مش يحبتوا تفاصيل باعة تذكر وعملي الدخول لعبين لكن كانت متأخرة سيوس هذه معلومة ثبتنا بها الأمور أنه المبارات غضوة بحضور الجمهور يكيد أنه الجمهور بش يكون حافظ كبير للعبين واللي تار الفني في مبارات غضو يعتك صحة سيوس يعتك صحة سيغازي هنا متأكد أنه البلاغ متأخر ومتأخر جدا إن شاء الله نصلح أمورنا اتصاليا على مستوى وزارة شؤون الشباب والرياضة تصبحون على محبة تحيي الرياضة على قناة حنبع النهار الثنين عودة مع الزميل شيكر الكنزالي وألف مبروك للزميل عايدة عرب بنجاح في الماجستير أول على دفعتها في محدة الصحافة وعلوم الأخبار مبروك يا عايدة كل التقدير والتحية إلى جماهير المتبعي حنبع تصبحون على محبك